موسيقى بعد أن توقف قلبها لمرتين عاد قلب لين تفلة العامين والنصف للنبض من جديد وعلى إقاع هذا النبض عادت السعادة تسكن قلب والدتها من جديد أربعون يوماً تفلة العامين في غيبوبة لم تكن الفرص أمامها كبيرة إلا أن المعجزة قد حصلت هو عبارة عن فيروس معمن بالدم وتوضع بمناطق حيوية بالجسم وهذا أدى لتوقف عن العمل فتوقف الكلية عن العمل أدى أنه صار عندنا قصور كلوي حاد وانقطع البول عند الطفلة بطلت تبول الكلية بطلت تطرح السموم الموجودة بالجسم فهذه السموم كمان طلعت على الدماغ كمان فاقمت من الحال سوءاً فالدماغ عانى من التهاب الفيروس اللي صار وعانى من تراكم السموم اللي أدت لأن الطفلة دخلت بسبات عميق فصار نحن عنا قصور كلوي حاد وسبات عميق طفلة دخلت بحالي عمي سيئة كتير طبعاً غياب من عكسات جزء الدماغ يعني أنه بحالة ثبات يعني أقرب ما تكون الموت السريري طبعاً المداخلة الكلوي الوضع اللي كانت هي الأساسي بالأول اللي كان الوضع الكلوي هو الحالي الكلوي هي المسيطرة بالأول طبعاً طرينا عملها غسيل كلي عن طريق شيء منسميه رحض بريتواني اللي هو التحالي بريتواني طبعاً هذا استمر حوالي عشرين لخمسة وعشرين يوم طبعاً الطفلة شوي شوي بلشت كلوياً تتحسن صار تتحسن وظائف الكلوي طبعاً وكانت هاي البادرة لأنه تهي بعدين تتحسن باقي الوظائف نتما شفتوا الحالة أربعين يوم منفسة وكان تقريباً عكس الطب يعني مش قولني عكس الطب إني وصلنا لمرحلة إني بره يقولوا إني فصلوا عن منفسة وما هيك حسب التقارير كانت تطلع عنا بالإيكو والطبق المحوري والتحالي ده كنا نشوف نحن بصيص أمل إني خليه عن منفسة في شيء بالطب اسمه خارق وصلنا للنتيجة جهود كله فريق عمل واحد من الأخصائيين المتميزين لعنا للطبيب الكلية المتميز للمقيمين الأمياز والفضل بيعود لأكتر شيء هو فعلاً للكادر التمريدي اللي بيسها 24 ساعة للحالة المميز بحالة الأليني وندرتها أنه هي الفترة اللي ضلت غايبة عن الوعي هي حوالي 40 يوم هي فترة طويلة الفترة اللي ضلت منعكسات جزع الدماغ اللي هي المنعكسات الحيوية بالجسم اللي هي منعكس الحدقة منعكس تخريش القرنية منعكس التنفس العفوي التهوع كلها ضلت غايبة أكتر من 15 يوم وبالتعريف الطبي نحن بالنسبة أن هذا يعتبر موت سريري وبالنسبة طبعاً اللي خلى الحالة تتحسن بعد بعدين أنه لا نحن ولا الأهل ما فقدنا الأمل بشفاء ألالين فعدم فقدان الأمل وإضافة المدعوم بفحوصات مخبرية وبتصوير متكرر وتخطيط الدماغ هذا خلانا نحن نظل مصرين أنه فيه أمل وخلانا نسابر بالعلاج مما أدى بالنهاية للنتيجة الجيدة أنه مثل ما شايفينا الصغيرة رجعت تتحرك تحكي علاماتها الفكرية والزكائية رجعت لطبيعتها مثل ما كانت قبل فرصة حياة جديدة كتبت للين هو القدر الذي لا بد أن يكون جميلاً بمقدار انتظارنا وصبرنا ترجمة نانسي قنقر